يعني جوج ملاعب غدي يكونوا مغطين والتالت ديال المراكش يكونوا مغطين يعني مع احسن ملاعب يعني وصيرتو هذك ديال طانجرفة خمسة وثمانين الف تلتسعين الف هذا غدي يكون خمسة وستين الف وديال ديال المراكش الله ما قلت ما عرفش ما عنديش من الاخور ديالو الملاعب الأخرى غدي تكون تنخدم على برا ولكن يعني نتمنى وان شاء الله تفوت كأس افريقيا في احسن احسن حلة لاش لانه المغرب عنده بنيات احتيا قوية عنده الزغطين عنده فناديق عنده هذا الشي ما غديش يكون فيه مشكل ما بالنسبة للفراقي ولا الجماهير واللي غدي تجي ما يكونش مشكل يعني انت غالجماهير غدي تمشي آآ لزغطين الموجودين تكريد دار كريم مهم حاجة ما تخصي هذا الشي مغرب ما فيش مشكل بينيات تحتية طرقات تيجي في ترانات يعني عندهم ما شاء الله عليهم عندهم ترانسبور لعلقات ارضا الملاعب يكون في اعلى مستوى بعد يكون في قاعة يكون فيه على برة من بعد من يكمل لكوبة افريق يتغطى وتشوفوا الملعب دي الكاس العالم احنا بوحدنا لانشوشوا العالم يعني كاس افريقيا من اللعبوهاش آآ المغرب دار ملعب دي المية وخمسة وعشرين الف آآآ جابها كريدي من الايمارات ورادير الكريدي وغار كريديه ما قاله الاعلام الجزائري بعد رؤية ملعب مراكوش الكبير الذي سيحصد النهائية كسمم افريقيا القادمة بالمغرب وكاس العالم لسنة الفين وثلاثون لا سنسوا الاشتراك في القناة والاعشاب بالفيديو اليكم اتصال فاصيلة قريبا صحفة الزيقو غدت نصدمه بالملاعب العالمي قريبا صحفة الزيقو غدت يولي الحجم دي لانه علش انا ما نبغيش ربالخوية لكننا كان لن تملكك مليع لنا ملاعب مليع ولكنك لن تحقق ولا تضحك ولا تتعلم لأنه يمنعوا لرؤى الزحك والناس وقعوا أنه يدخل على المزيد وصفة الزيقو عادية وحضفنا لنا هناك العالميين ونرغم لكم بذيء منذ نعم لا نعود لكم لكم ملاعبنا كاملين نشون الدم ندفنوه ملاعبنا كاملين ندفنوه لا ما نزيدنا لكم عن الملعب دي الحسن الثاني ديال الدربة الجديد اللي راكوش في تصميم دياله الأخير ممكن هذا التصميم هو اللي غادي يكون تالي تصميم ما شاء الله شيخمسة ديال الطبقات 115 ألف متفرج حاجة كبيرة سمى الكشف عن التصميم الرسمي للشكل الجديد الذي سيكون عليه ملعب الراكوش الكبير أحد الملاعب المرشحة لإحسدان كاس أفريقيا بالمغرب إلى جانب كاس العالم لسنة 2030 التعديل الجديد سيحل مجموعة من المشاكل مع لمسة إبداعية في صحف الملعب المستلهمة من الثقافة المغربية فقط المؤاخذة الوحيدة حول الشكل الخارجي الذي كان من الأفضل تغلف الملعب بشكل كلي ملعب مراكوش الكبير من الداخل يبدو كأنه أحد الملاعب الإنجليزية العصرية ويتسع لأزيد من خمسة وخمسون ألف متفرج